وفي إطار زياراتي إلى محافظة الفيوم شهد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ومرافقه على ضفاف بحيرة قارون بمركز سنورس استفافة للمعدات الخاصة بالمراكز والجهات القائمة على خدمات المرافق المختلفة للوقوف على مدى جهزية أجهزة المحافظة لموسم الأمطار ومجابهة الأزمات والكوارث وتفقد رئيس الوزراء جانبا من المركبات والسيارات والمعدات المصطفى والتي تتبع المراكز الستة بمحافظة الفيوم وكذا الشركات ذات الصلة بخدمات المرافق